السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وواصل مع الموجة المفتوحة وليس الفقرة المفتوحة والفقرة المفتوحة أيضا بكل أحوال نحن نواصل مع الموجة المفتوحة لقناة هلا والموقع بانت وضيفتنا التالية هي لنا عبد القادر وهي صاحبة محل سكارة في الطيبة ورحب فيك أجمل ترحيل شكرا شكرا جزيلا من شكلك بشم الطيبة أنت؟ أنا جلجلي الأصل جلجلي أنا بعد الضرابي هناك أنا لنا مصري عبد القادر لنا مصري لنا حظيك أكثر قريبة على التعليم إذا حكوا معي آيات وبسمة البنات اللي كانت عندي بجننا كانت عن العلال وكانت لنا حكين عني وكانت لنا كانت مدرسة معلمة تركت تعليم ووجدت فقط تحت المحل صحيح جدا صحيح شكرا شكرا أول شي على هذه الاستضافة الجميلة أنا لنا مصري عبد القادر من سكان جلجلي الأصل جوزي 3 طيبة أنا كنت فعلا كنت معلمة ودورت على إشي اللي أنا عن جد بحبه يعني وأنا بدي إياه وأجتني هاي فرصة زي هاي والصراحة فرصة زي هاي أنا أعتقدش أنها تتكرر أخرى مرة ومسكت فيها الفرصة أنك فتحت محل أني فتحت محل إشي أنا بحبه أنا منه أنا صغيرة بحب مجال المكياج وكل هاي الأشياء والمحل شو تبعك بتقدر تحكي فيش مشكلة أنا سامح لك تحكي شكرا 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 شو المحل تبعك شكرا سكرا من اسمهم بين أشياء تجميلة بالزبط بس هو مش بس تجميل زي أغلب الناس هيك بتفكر إنه سكارة هو محل بالزبط سكارة بس للمكياج بس هو سكارة مش بس للمكياج سكارة فيه كل إشي أي نعم الكسم الكبير هو الكسم للمكياج للبنات والفتيات والكل هاي الأشياء بس فيه برضو يتفرع لعدة فروع يوجد قسم صغير للرجال يوجد قسم صغير للرجال فعلا فيه كسم صغير للرجال وطاهر يأتي زوره طاهر يأتي بتعيدني فعلا طاهر اسم جوزي طاهر جوزي شكرا عمي زي ما قلت سكارة بتتقسم لعدة أقسام زي ما قلت في قسم الرجال في قسم النساء في قسم للدار لبيوت احنا بالسيفن موقعنا السيفن الطيب محل تجاري اسمه السيفن الطيب وانتم أجرين هناك نعم بالزبط هاي هي زي ما قلت سكارة بتتفرع لعدة فروع أنا كثير سمعت من إزلام كانوا مع نسوانهم بره نسوانهم يقولوا تعال فوت معي كلها شو تفوت أسوي عند محل نسوان فأنا غيرت شويلة يعني كنت أفوت معهم بالحديث وأقولهم لا سكارة مش بس للنسوان سكارة بتلكوا فيه كل إيجي والصراحة يعني فاتوا لازم تقولين انت اسمه سكارة وراجيل يعني يعني مش اني معي الأراجيل أنا ضد الأراجيل بس مكون يعني تعطي يعني إشي اللي حصت زلم اللي فعليا يعني يعني فعليا في عندي زبون اللي فات مع زوجته وكالها شو بتفوت أسوي فلما قلت لهم أنا فوتت على الحديث لما سمعته فأقلت له لأ تعشو شو في عنا وش عارف إيش وأخذته وعملت له لفي بالمحل ورجعت وشو في عنا أشياء لازلام بتخص إزلام يعني عن جد من وقتها برجع يشتري الإشي اللي أنا قلت له عنه إنو كداش هو منيح عطر لازلام شامبو لازلام عنا عدة أشياء بتخص إحنا كانوا عنا هنا ضيوف أصحاب شركة ماد عطر من الفحموية وأنا حبيتهم كثير فعليا أنا شفت الفيديو المقابلة جدا حلوة والحقيقة الحقيقة والكلهم تجيين هنا كان لازم جيبتوا عطر مشان أرش عليكم قدام الكاميرا وأقول هايو هاي عطر وأنا شام ومليح ومليح صحيح فهم قالوا هاي غفتتنا وغلطنا اسمع بتعرف شو عملوه ودوا نوع عطر أو إشي ودوا إشي خالص المرة جاي لك علي لا 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 أرجوك بحيات الله لا لا أنا هكي كان وعي من اللي لا لا بدي أسمع عمه بنتي لنا تفضل عمي إيه وعي توديني هدية خلاص أنا كثير حساس في هذه الشغلات خلاص حسا عن جد أنا لما أجه عن جد بقصد أنه يعني لو جابوا عطر برس برس فعليا الواحد بشم بعرف بتعرف أكثر فعلا معك حق ولا المقابلة بالزبط صح يعني كنت يحكي بأه والله بجنن أو بجنن صحيح فاتفقنا على كدام الكاميرا أنه ما تبعثيش أشيء أنا أبنون لك أنا كنت أبعثي لكم يعني كيف استضافتك والبرنامج الحلو هذا يعني ليس أحلى من هيك حقيقة يعني والبنات اللي كانوا عندك استاكم آيات بسمة وأنا حبيت يعني عن جد كثير بنات بعرفين شو كاعدات بعملين طاقم مهني أروع من هيك ما أعتقدش فيه يعني عن جد أنا سويت هذا الإعلان يعني بكيت مترددة بس بعد ما أوصلين عندي البنات وشفت كدش هني مهنيات وبعرفين يشتغلين فأنا بنصح كل حدا حرفيا بعدين بلنا أخر شغلي لما طلع الفيديو اللي بتعلك بكم ملان ناس شفوهم أزبطون صحيح حقيقة صحيح ملان شفوه ملان ناس بعرفوش كدش قوة قوتنا إحنا إلا لما يجربوا إلا لما يجربوا أصلا لما تروحي أصلا تشوف كدش ناس سياري لك أهلا أنا شفناك إن شاء الله إن شاء الله أهلا فيك ما إذا بدك تعمل نوع من المقارنة بين جلجولي وبين الطيبة ما هي الملفت هنا وما هي الملفت هنا هناك أكيد أقرب عليك من ناحية من ثالث من ناحية أهل صحيح الأهل تعلمني من هنا أن جلجولي حلوة جدا وشو طفولتي وكل حياتي فيها وطيبة بلد تجنن وأهلها أحلى وأحلى حرفيا يعني جلجولي اللهم أن هذه قرية وهذه مدينة وفي كثير فروق شو هنا وشو هناك أكيد القرية مش زي المدينة في عدة مجالات تلاقي محلات أكثر محلات أكثر بالزبط مع أن جلجولي بلدة كثير متطورة بلدة كثير متطورة وتتطورك سألتك سؤال تنتبه أنه ملفت كيف تفسر أن كثير بنات من جلجولي متجوزات خارج جلجولي خارج جلجولي أنا أعرف مثلا أمتالي بسيطة مثلا محمد براكيم متجوز من جلجولي أعتقد جمال زحالكو متجوز من جلجولي باختصار ملان متجوز ملان ملان في كيميا مع بنات جلجولي كيميا غريبة لبنات جلجولي نتبه أنتو كثير بنات جلجولي صحيح هو يعني بالآخر بالأول أو بالآخر هي نصيب الشغلة بس يعني إحنا في ناس بتفضل إنها ما تغرب بس إحنا عادي يعني ما عنا هاي اللي هاي إنه ما تطلع من البلد بعدين إنه واحد يتجوز إذا أثنين اتفكوا يتجوزوا وحابين يتجوزوا خلاص بالضبط ما بالآخرية الشغلة يقسموا نصيب ونصيب وكمان والاتفاق طبعا قبل كل الأشي طبعا استعداد طبعا المجتمع العربي كثير صار أكثر تقدم يعني بدي شغلة تقدمها تقدمها أما صار فيها إلى الأشياء إنه بنتبهوش مرة كان يقولوه ابن العم بنزل عن الفرس لا لا ما عرفتنا اليوم نعم 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 فرس بنزلش من السيارة اليوم بالضبط فعليا في الآخر عن جد هي كسم ونصيب وزي ما قلتلك بنتجل جولي في إليه الكيميا تبعتها إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله رافعين روسنا شكرا بالنسبة للمحل بش طيل بيجوشترون عندكم صراحة يوم عن يوم الحمد الله بنشوف الفرق الفرق واضح يوم عن يوم بزيد حتى يعني بتيجي ناس حتى بعد هذه المقابلة بيزيد أخرى إن شاء الله إن شاء الله بركاتكم لا يوم عن يوم الحمد الله بزيد في ناس غربية من برا بتيجي لعنا صار الإشي نعرف أكثر لكفور قاسم كفور برا جلجولي اللي هم الناس اللي هناك زيمر بس داشي قاطعك بس برضو بكفور قاسم في محلات في ملان محلات بقدروا يتنافسوا معكم يعني شاطرين في بلات شاطرات كانت عنا كمان أعتقد رابي ومش بذكر اسماعيلي كان عملوا كمان أثار رابي أثار رابي شفت أثار أمورها كيف ظهرت في الفيديو كثير مخترم فعليا لا صحيح فعلا أنا شفت أنا متابعة فأنا شفت كنت في كل شيء عنا فعليا أنا شفت الإعلان يعني عن جد فعليا بنت بتجنن وكل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بالنسبة للسيفن فعليا تعالي نعطي فرصة للسيفن إليك للسيفن بيقدر بمصاري يجي عمل إعنات زي ما بده صحيح أنت أنت بنعملك ببلاش أنت عملت مطلع أنت بنعملك ببلاش شكرا على هذا سيدة من الطيبة شو تقدر تقدمينها ما شو يعني إشي مميز لكي لا تذهب إلى الأبيبة أو أخرى حيلا وهذا السؤال كثير نساء فاتن عندي على المحل اللي هني مش عارفات بالمرة شو بدهن مش عارفات إشي بالمكياج يفوتن عندي يقولين اللي تطلعي إحنا الصراحة نعرف شو إشي بالمكياج إحنا في عنا مناسبة كريبة شو بتقدر تساعدينها فأنا بأخذ تكون عندي الزبون اللي بتكون عندي وبفرجيها شو في عندي أشياء من الألف لليا وهي بتي بتختار طبعا حسب ميزانيتها حسب شو بيناسبها وطبعا طبعا بكل مصدقية يعني كثير نساء كانين عندي وطلعين راضيات جدا جدا وكانين مبسوطات ورجعين عندي حتى يقولين لي لنا شكرا على اللي أعطيتين إياه بكى إشي حلو لنا شكرا على اللي أعطيين إياه سألت سألك سؤال مهلي شكرا إذا بتجاوبيني عليها تفضل إحنا كنا بدور الخليج كنت أنا مع مرتي مع مرتي مع أحدا بسم ذلك كمين حيلا هناك المرأة الخليجية إشي غريب كدش تهتم في حالها خاصة بالمكياج فعليا تشعر أنك أنت بعالم ثاني فعليا مع أن المرأة العربية الفلسطينية الإسرائيلية كمان تهتم كثيرا صحيح بس هناك إشي مميز عن جد إشي غريب كدش هي بتوظف جهود عشان تهتم بحالها وعشان تكون كيف تفسر الإشي كيف بفسر الإشي يمكن هناك لأنه أكثر عندهم ملان أشياء متواجدة من أنواع المكياج من شركات عالمية اللي هي موجودة بره مش موجودة عندنا يمكن يمكن برضه نمط الحياة نمط الحياة بختلف هذا هو يعني خليني أكل لك مثلا نحن النساء اللي بمجتمعنا كثير صبايا بفوتين عندي نحن لا نعرف ماذا بالمكياج فأنا حابة أن أبدأ أتعلم أبدأ أحط لحالة كثير كثير فبفوتين لكن ما بدين بسكارة بالزبط أدوات المكياج المكياج فمن هنا بتبلش لما أنت تبلش تعرفها على المكياج على أدوات المكياج ما هي عن جد بحاجة لإله فمن هنا هي بتنطلك هذا سؤالك كمان سؤال ليس موحرجة يعني غريب شوي بأي قدر الرجل الطباوي بتفهم المرأة الطباوية اللي بتحتاج المكياج على ما أظن جدا بتفهم 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 صراحة أنا من شو بشوف يعني قدامي كثير رجال بيجوا مع نساءهم بشوفهم وحتى فيه رجال يعني بك الموقف هذا كثير حلو إنه ينكي معها لون الحومرة كثير بك عنده هيك أمثلة ينكي معها لون الحومرة يلف معها يحملها السلة بالمحل يحملها السلة لا يخوف يمكن هذا أعرفهاش أما أنا بمزح عنه طبع أما لأ كان عنا كثير كثير أمثلة من هاي أمثلة إنه يعني إنه الرجل مهتم مهتم بالمرأة أو بشؤون المرأة أو بشو هي بدها يعني شو هي بتحتاج في عندك منافس شديد لنا لنا عبد القادر صاحبة محل سكارة في الطيبة في عندك منافس شديد اللي هو خرج البلاد حلو كثير بطلع من الطيبة ومن الناصر ومن طمرة ومن كل بلاد كثير بطلع من جل جولي بلديك كثير بطلع وخارج البلاد اللي بطلع وخارج البلاد بشوفه هناك شركات أدد هائل من الشركات والاختيار هائل أيضا لا يؤثر على بيعك خليني أقول لك سكارة سكارة شو هي سكارة عندها كل المنتجات اللي بتحتاجها المرأة أو الإنسان بحتاجها لمكياج للنظافة الشخصية للعناية بالجسم بشكل منيح ومهني وبأقل الأسعار بتلكيها في كل الأسواك الموجودة في البلاد وخارج البلاد على ماعت تقصد عن سكارة عن سكارة يعني السكارة هي سم شركة صحيح يعني مش بس أنك محلك اسم سكارة بس سكارة اسم شركة هي شركة وأنا على ماعت كدو وأعرف أنه في إلها أفرع خارج البلاد وزي ما قلت أخرى مرة أنه هي سكارة شو الحلو فيها السعر مريح لكل جابة نقطة فعليا يعني كثير بفوتوا عنا بكلنا كنا بإكس وكنا في محل إكس وكنا في محل واي كنا نشتري المنتج المعين من هذا تقدر إحكي أنت كسيدة إحكي شو المنتج شولي ده أخذك على أبسط بدي أخذك على أبسط الأمور الليفة ليفت الجسم أنا مثال بسيط هذا ده أخذك على أبسط الأمور ليفت الجسم كانوا يشتروها من محل معين بعشرين شكل عنا بتلكيها بعشرة بسبعة يعني فيه فرق فيه فرق لما أنت بدك بس هل هي الليفة لسكارة أو لنا لا هي لسكارة سكارة يعني الشركة بتعمل هذه الأشياء طبعا لا أنا ما عنديش ولا إش إلي أنا اللهمني ببيعي ببيع أنا زخيانيت لأحد فروع سكارة الزخيانيت يعني صاحبة امتياز بالزبط عشان إحنا بنحكي العرب دائما لا ما أنا ما أنا حاولت يعني دورت في رأسي على الكلمة وأنا أمرأة بنسكد ما أنا وأنا كمال بنسكد أنا دورت على الكلمة نسيتها بس أنا يعني زي ما قلت أنا صاحبة محل سكارة عنديك أولاد؟ عندي أحلى ولدين في الدنيا عندي لور وعبودة نور وعبودة لور لور هي لور يعني بنت بنت أحلى ولدين في الدنيا والله يحمي أطفال للعالم كلهم يا رب ويحميلك أولادك يا رب الله يحميك يعني أكبر عبودة أم العبد بس أنا بحبش يناده علي أم العبد أحس حالي كبيرة بحبي ينادوني لنا أنا بجنينك أكثر يا ست لنا لور لور داير عناي ورا بس اسم مسامي حلوة شكرا عبد الحكيم ع اسم السيد ولور أنا اخترته يعني لور هي الألماظ من قريبة من بلور صحيح قريبة من بلور تعم بدايك كيش كونك بتشتغلي مع الأولاد أنا عندي ترتيب وأنا عندي مساعدة صراحة من جهتين عندي أربع سنين وسنتين أنا أخليك ياهو شكرا أنا عندي ترتيب طبعا بساعات اللي هما بيكونوا في الحضنات أنا بكون بالشغل لساعة ثنتين أنا بخلص وإذا أنا كان عندي فضل يوم يوم طويل أو عندي أشي أو بقدرش فعندي صراحة كثير مساعدات والحمد لله من دار عمي من دار أهلي من كرايبي صراحة يعني الكل شكرا أخليكم لبعض شكرا بس ما عندكش مساعدات من جلجولي لا إلي إنتي أخت بيجي بأخذوها إمي بتيجي تخذهم يعني ما عندهم مش أياتهم إذا بحتاج فعليا يعني بنقطعيش الحمد لله كل اللي شفت فارق بين المرأة الجلجولية إذا ممكن نعبر هيك والمرأة الطيباوية فعنك إنت من جلجولية ومجوزة بالطيبة كل الناس خير وبركة ما شفتش يعني صراحة ما فيش هالفرق يعني بعرفش بالتعامل لا دار مصري كبيري في جلجولي لا دار مصري جدا جدا عائلة صغيرة في الشامعة تصيروا رئيس مجلس الأجل لا 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 بس إن شاء الله بس إحنا جدا عائلة جدا جدا صغيرة يعني جدا صغيرة إمي من دار شواهني اللي هي تقريبا أكبر عائلات شواهني أكبر عائلاتي بجلجولي صحيح إمي من دار شواهنا الله يخليك إياها خليكم لبعض شكرا جزيلا شو تقدر إذا في نصيحة لا بنات شايفتنا الصبايا اللي زيك والأمهات الجداد زيك تحكين الناس شايفتنا شو إشي اللي نفيد في مجتمعنا إني يفيد نفيد في مجتمعنا أول إشي صحيح أول إشي يفيد يهتمن بحالهم أنا هاي نصيحتي الأولى والأخيرة دائما تقدر تحكي عن حالك كمان كصاحبة محل أي نعم فيش مشكل يعني أنا أول إشي بقوله يهتمن في حالهم يعطن شو بيستحقن لنفسهم لذاتهم يعطن هاي الإشي لحالهم كأم تدير بالها على أولادها لأنه عن جد لأولادهم أهم إشي بحياتنا وتدير بالهم على تربيتهم لأنه اليوم صعب جدا التعامل مع الأولاد إن كان بمدارس إن كان بالشارع إن كان في أي محل أنا صراحة أحد الأسباب إني 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 تركت التعليم لأنه صراحة في كثير أولاد جننوني خلينا أقول هاي جننوني فأنا ما استنيت هيك فرصة يجيني زي هيك لأنه وأطلع خلص أطلع من اللي أنا فيه وأروح على إشي عن جد أنا أقوم السبح وأنا حبي رايحة على أقول لك إشي مش سر يعني عن حالي أنا كنت زيك مدرس معلم بحصل عرفة معلم حلو أستكاعد سنة سنة ثلاثة وبالتنة سنين كنت يعني بحاول أخريكم لأولاد من جديد كل شي عمل له كوي لليوم أولاد يافضوا اللي علمتم لليوم بلاكوني واليوم صاروا كبار ويقولوا أستاذ بس لا بكلوني كدش أنا كنت مخلص إليهم فمرحلة مويا بعتت سنين كنت كلتي جننوني 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 أنا كنت أريد تعليم هذا راح تكملت تعليمي بالصحافة حلو وأنا صراحة يعني راح تنجح إن شاء الله يا رب إن شاء الله يعمل شو يحبه ينجح وأنا بيعني أتشبه في اللي بتقوله هسا أنا كنت يعني ناوية إنه ما كنتش عارف إنه شو المستكبل مخبيلي سكارة وهي الأشياء فكنت أفكر في مسلول يعني في طريق ثاني تعليم ثاني لقب ثاني وإشي اللي هو يضلوا بالتعليم بس إنه إشي ثاني جانبي يعني أما الحمد لله رب العالمين دائماً ربنا بخبّ الأفضل والأحسن للإنسان صراحةً ما كنتش مستني يعني ما بكيتش أعرف يعني عن هذا الإشي ولا ولا في بالي أصلاً إلا بيوم يعني تلقي التلفون بيسألوني بيقولوا لي بيديك سكارة؟ بيقولوا بيدي سكارة بيقولوا لي في سكارة فرعة طيبة يفتح بالسيفن بيدي كيا وأنا بالمدرسة والأولاد وراي بيعاي وفيني طلعت على أولاد طلعت على حالي قلت أكيد بدي أكيد بدي والإشي سبحان الله يعني خلال أيام كانوا تصلوا لنا قالوا لنا تعالوا اعملوا الرئيون توجهنا بالزبط المقابلة رحنا على المقابلة وكانوا عدة ناس تقدموا لسكارة لحدة اليوم بيفوتنا عندي نساء بيقولوا لنا نفسنا بسكارة وتعرفيش كدهش كدهش كدبنا على سكارة وكدهش لحمنا على سكارة عشان ناخد سكارة بس ما زبتاش في نفس اليوم اللي رحنا عملنا المقابلة كانوا أربعة غيرنا والحمد الله رب العالمين يعني بالآخر اتصلوا لنا هيك أخذ أكم يوم بعد اتصلوا لنا يعني كيف رح نتقدم أول شي نحكي عنهم بدون معرفهم إنهم أكيد طيبين زيكم فعليا بس مرضو يعني يعني سكارة شو تفكر وين مدوم لك أحد يزيك مع المكاني شكرا جزيلا وبن الطيبة ومتعلم الدرسة شكرا جزيلا فعليا هم لما قبل ما أنسى بدي تسلم على أهلك الله يسلمك يا ربي الله يسلمك يا ربي أنا حقيقة بدي أكل هاي الشغلي أنا أبوي الله يرحمه يعني كان من إحدى 24 ساعة كان التلفزيون عنده على كناتها لما يغيرها حتى لما يعني يصير خلل في الإنترنت يعني طوال يجنننا لحد ما نسوي له لهذا إحدى البرامج اللي عن جد عمستوى إسمعي أنت اللي بتحكي فيه وأنت مش متبهى بأثر علي كثير أخطر علي كثير حكيك هذا عن أبوك الله يرحم أبوي الله يرحم روحه يعني عن جد بك كلك إياها والكل بشهد بالدار يعني كان 24 ساعة فاتح قناتها لها وإحنا سمعين الصوت كان فعليا تصير مشكلة بالإنترنت تعالوا سووا لي الإنترنت تعالوا لحد ما نسويله الصوت مخلف بين تزيك شاطرة الله يخليك شكرا جزيلا هايكي انتهرت المقابلة تحبتين بإشي قبل ما أخلص شكرا جزيلا لإلكم على هاي الفرصة العظيمة عن جد وعن جد سررت بمعرفتك جدا وإلي الشرف الكبير شكرا عزيزتي إلينا الشرف الكبير وهكي بعد هاي المقابلة الشيء كان لنا عبد القادر صاحبة محل سكارة في الطيبة في سيفن الطيبة هاي دعاي شكرا على الدعاي شكرا تعالوا على سكارة في سيفن الطيبة صحيح الآن نكون مع فاصل بعد الفاصل نواصل نحو فقرة أخرى ضمن الموجة المفتوحة لقناة هلاوة الموقع شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا